بصوا جماعة عندي أزمة أولا لأ آه خلاص يعني عندي أزمة طيب أسبابها إيه قد يكون لها أكتر من سبب قد يكون جزء من الأسباب زي ما قال ست النائب أمام حسب أن أنا في عندي مشكلة بيروقراطية في إجراءات ورقية للأسف متسببة فيها وزارة المالية شعرت في وزارة المالية يعني ماشي الحكومة عندنا حساسة أوي مش كده يا جماعة والله بالرح يعني ده نقد ونقد بغرض الإصلاح دي كل المسألة يعني فلازم نشوف حل مع الوزارة لازم نشوف حل دايما الإجراء البيروقراطي مفهوم لما يطول عن حده بيتسبب دايما في أزمة دايما في أزمة ودي مش أول مرة تتسبب فيها الوزارة في أزمة مش أول مرة شيء غريب يعني طيب أدي واحد اتنين عندي مواطن بينزل يجيب الأنسولين دون قيد أو شرط طيب الحل هنا لأن أشتغل على وعي المواطن اللي هيخب مني شهور و سنين ولا أشتغل على إحكام السيطرة على الصيدليات أظن إحكام السيطرة على الصيدليات أسهل تلاتين مليون مرة ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة هو قرار بيطلع يطلع بقى القرار يطلع تعديل على القانون عايزين تعديل على القانون؟ عينينا نعمل في مجلس النواب تعديل على القانون عايزين الحكومة ووزارة الصحة اللي تتقدم بهذا التعديل فيش أي مشكلة عايزين سات النائب أي من محسب أو أي من النواب الأفاضل اللي تقدم بهذا التعديل مفيش أي مشكلة لكن اللي يدحك في الموضوع أن الموضوع مش محتاج أصلا تعديلات على القانون الموضوع محتاج قرار يطلع بيقول يا جماعة الأنسولين ما بيتصرفش غير بالرشت يوسف هيخش يقول أنا عايز أنسولين معاك رشت يا يوسف؟ لا معايش رشت إحنا أسفين جدا يونت واحدة وحدة واحدة من الأنسولين زيادة هتتسبب في وفاة بني آدم مين اللي هيتحمل المسئولية؟ أقعد دور بقى قصة الوعي دي نشتغل عليها طبعا جزء من شغلانتنا هنا في البرنامج ده في الإعلام في الصحافة في الدراما في أي حاجة إن إحنا نرفع وعي المواطن قدر لنستطاع ننوره نفاهمه لكن لما يكون في حاجة متعلقة بإجراء مينش علاقة بي نحن؟ ليه علاقة بالجهة المسئولة فيبقى أنا محتاج إيه؟ محتاج الإجراء يطلع لي من النقابة أو يطلع لي من الوزارة أو يطلع من الاتنين يبقوا مشكورين جدا بالنسبة لعموم مرضى السكر في مصر وتحديدا الناس اللي بتستخدم أنسولين لأن مش كل مرضى السكر بيستخدموا الأنسولين في مرضى بيستخدموا الحبوب العلاجية ياها دي وفي مرضى تانين بيستخدموا بقى الأنسولين سواء إذا كان الحقن ولا الألم إلى آخره المهم إنه الأنسولين ما يطلعش غير بالرشدة ما بنعملش كده ليه؟ قرار يطلع في 24 ساعة ده قرار يطلع في دقيقة يا جماعة الصيدلية اللي تتظبط بتعمل كده تتحقق يطبق يطبق عليها القانون زي ما بيطبق القانون على الصيدلية اللي ممكن تصرف أدوية من الأدوية من العقرات اللي موجودة في الجدول باعتبارها جدول ألف ولا بيه اللي هي الحاجة بتاعت المخدرات يعني نفس القص مسألة بسيطة خالص ما بنعملش كده أنا عندي وزارة المالية من ناحية مش عادت أنا ومن ناحية تانية ما بنطلعش قرارات لعدم صرف الأنسولين دون وصفة طبية معتمدة مش عادت إينا برضو النتيجة في النهاية خالص إن أنا في عندي مريض مش عارف يحصل على الأنسولين بتاعه هو الأنسولين بس والتروكسين ألا طب هو التروكسين بس والأنسولين ولا فيه أدوية تانية لا فيه أدوية تانية إذن هتلف وتلف الدائرة وتروح تانية عند الإجراء البيروقراطي المعقد البطيء